الحمد لله رب العالمين جعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنة وجعل الطواف حوله نجاة من العذاب ومجنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فما من خير إلا ودللتنا عليه وما من شر إلا وحذرتنا منه اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وارض اللهم عن الصحب الكرام والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام يقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتن وهو السميع العلي ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين أيها الأحبة الكرام أوسك شهر الله الحرام أن ينتهي أوسك شهر ذو الحجة أن ينتهي ولكن لنا وقفة مع هذا الشهر العظيم نعظم الله عز وجل فيه استنادا إلى قول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا الموضوع قبل أن أبدأ نسيت أن أتحدث عنه في الأسبوع الماضي لأنه كان يجب الحديث عنه في الأسبوع الماضي ليس هذا الأسبوع حجة وداع بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وما هي المساعدة من هذه الحجة؟ من المساعدة صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هناك المساعدة لنا نحتاجها اليوم وما هي المساعدة من هذا المساعدة؟ أبدأ للمساعدة وما هي المساعدة من هذا المساعدة؟ أتحدث عن الأمة كيف لا يستخدم للمساعدة من هذا الشيخ هذا الشيخ يأتي كل عاما و الكثير من المتحدث عنه و أنا أحد منهم و هذا الشيخ يأتي لنا الكثير من المساعدة ويأتي لنا المساعدة من المساعدة لأنه في هذه الخطبة صلى الله عليه وسلم بوضع المساعدة المساعدة للجلس صلى الله عليه وسلم بوضع المساعدة من المساعدة المساعدة التي يتحدث عن الآن المساعدة المساعدة نحن نحتاجه المساعدة المساعدة كل مكان يتحدث عن المساعدة 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 فردت هذه الوصولة. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه المدينة هي مدرسة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الناس امتعني ايها الناس اسمعوا قولي هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ في خطبة ولكن يقول يا الناس امتعني ورحبت ما يعمل الناس لا يوجد مدينة كما نعمل الناس لا يوجد مدينة فقط يوجد مدينة وكثير من الناس يسمعوا الناس بعض المدينة يقولون فوصلوا فوصلوا و الأولى يقولون فوصلوا 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 ارمو الحكور لكن كل منهم يستمعون إذا النبي صلى الله عليه وسلم رأيته فهو الناس يستمعونه ولكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا والقرآن أيضا قال لنا أيضا لكننا نقول لا نستمع لا نستمع لا نستمع لا نستمع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إستمعوني كلهم 140.000 يستمعون في واحدة لا يحدث لا يحدث لا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال إستمعوني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا هذا هو الأول نستمعون من هذا الموقف أبدا 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 عندما يودع الأب أبدا نستمعون من هذا الموقف أبدا نستمعون من هذا الموقف أبدا نستمعون من هذا الموقف أبدا ما حدث لنا اليوم نستمعون من هذا الموقف أبدا نستمعون من هذا الموقف أبدا ولكن أم اموه المسلم ينشئون من حسنا ينشئون من حسنا لا أستمعون نستمعون من هذا الموقف هذا الموقف أبدا ايها الناس إنا دماءكم الله سبحانه وتعالى فورباد ذا مسلم ذا مسلم بلد فورباد ذا كعبة كانت بي دستروي ذا كعبة كان دستروي كان إراثه من الأرض لكن إراثه من أحد يموت لا الله لا يستطيع الله لا يستطيع هذا كمين بلد كمين مسلمين قلت من الأخرى المسلم مليون سبحانه ربي العظيم 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 أن يعبد في أرضكم هذه لا أحد يستطيع أن يرحل نجد من العظيم إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه رضي أن يطاع فيما تحقرون من أعمالكم أي أبن هذا الذي يودع أبناءه هذا التوديع أي أبن هذا أي رئيس هذا أي ملك هذا يودع أبناءه بنفس هذا الوداع العظيم يحذرهم من الشيطان لا تتبعوا من الشيطان لقد أتبعوا من الشيطان أتبعوا لك دو أشياء إن تتبعوا من الشيطان هذا في القطبة في القطبة لكتاب الله وسنة بعد هذا التوديع ترى ما قالت صلى الله عليه وسلم فهربوا في allá جهاز يليس مولادة في مستمدر cats يمكننا أن تكون مولادة في الواقع نحضر has a political in Islam like the Christianity also has a political. Why the political in Christianity and there is no political in Islam but the falsehood Muslim they follow them. ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا وأول ربا أبدأ ربا عباس بن عبد المطلب ربا الجاهلية زيزري زيزريت جاهلية كما نحن ع akhir نحن نقوم بعملها موسلمين الآن من جهزري التعامل ولكنهم نحن تعطي هذه الممارسة برؤية المختلفة يقولوا التأشير وعلى عربية يقولوا فائدة أو ربا رفا أو بواسات الله يقول يزري ونحن نقول إنه ليس يزري ما مختلفة بين فائدة أو ربح أو يزري النبي صلى الله عليه وسلم وضع القواعد الاقتصادية للمجتمع المسلم The prophet shallallaho alayhi wasalam put the foundation for the Islamic economy We need it now and if you look to Europe now they try to go back to what the prophet shallallaho alayhi wasalam has said I read before few months Italy they want to go back with 0% zero percentage, it's no usually this was the prophet because they can fix their economy but the muslims still say no we don't follow this هذا ليس تقدم هذه رجعية النبي صلى الله عليه وسلم before he said to his companion goodbye he warning them from the yuzri you know why because the yuzri destroys the umma the interest destroys the umma and this is what the quran said فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله سورة البقرة the last of the surah فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون and look to the lesson from this when the prophet صلى الله عليه وسلم put the yuzri under his foot he started with who he started with his uncle العباس he didn't say no my family no like we are now every president no don't come to my family don't come to my friend this my bible no he started with his uncle العباس and do you know my dear brothers and sister how many give me number how many how much money العباس make it every day from the yuzri العباس every day how much money he make it 40,000 40,000 but the prophet صلى الله عليه وسلم stop this العباس doesn't argue he didn't say no he can't say this إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا we listen we obey العباس say I am listening I am obey and disturb you the yuzri anymore think if you can collect every day 40,000 you will leave this job never but العباس listen to what Allah said listen to what the prophet صلى الله عليه وسلم say and in the second the prophet صلى الله عليه وسلم but another low Allah وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدم حرمة الدم حرمة المال حرمة الأعراض there is no one above the other in the Islam ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدم and the prophet صلى الله عليه وسلم also start with his family ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب the prophet the prophet نفي النبي صلى الله عليه وسلم started with his blood كان مستردعا في بني حارث ثم قتلته هزير but the prophet صلى الله عليه وسلم say forget this we are a Muslim we are brothers all of us is one body forget the جاهلية there is no tribe over the other tribe there is no person over the other person and look what the human rights now they say good life for the person freedom of speech freedom for religion this is what the prophet صلى الله عليه وسلم also say freedom for the religion the prophet صلى الله عليه وسلم in his life he has a Jew in Medina he has a Christian in Yemen and the other also in Medina some Christian he has a non-Muslim doesn't kill anyone from them never they live together and look what the prophet صلى الله عليه وسلم before he passed away what he said تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا I left for you two things you follow and what the Quran said the Quran said kill Jews or Christian kill them من مسلم من مسلم the Quran وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبيوالدين إحسانا وبذ القرب والجار والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم your neighbor is have a right Muslim or non-Muslim he have a right on you this is what the Quran said and the prophet صلى الله عليه وسلم leave a one for you ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه جبريل come to me and tell me take care with your neighbor I think as we hear it and hear it me this is the Quran said يا أخوان and this is the prophet صلى الله عليه وسلم and this is the human rights they say now freedom of speech talk when the prophet صلى الله عليه وسلم between his companion and the one come to him big one who is the son of عبد المطلب and he start to talk bad with the prophet صلى الله عليه وسلم أين ابنه عبد المطلب he doesn't know the prophet and he catch him from his neck and he say oh محمد give me from what الله give you nobody from the his companion say I will kill him no leave him leave him look to the prophet behavior the prophet behavior is different leave him alone me I am with him and the prophet صلى الله عليه وسلم in this خطبة حجة الوداع خطبة حجة الوداع what he say what he say a freedom of speech freedom free the freedom of the religion good life this is what he say this is what he say somebody say somebody say I am from somebody say I am from somebody say I am from Syria somebody say I am from Egypt somebody say I am from Pakistan from India no 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 all of us is brothers إنما المؤمنون إخوة all of them is brothers all of them is sisters to each others the prophet صلى الله عليه وسلم put the nationality down under his foot لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ولا فضل لأعجمي على عربي إلا بالتقوى ولا فضل لأبيض على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى this is the last speech the prophet صلى الله عليه وسلم again no one above the other accept if this person by this person he has a تقوى he fear الله سبحانه وتعال but any person nobody above his brothers لا فضل لعربي you can't say I am Arab and this Pakistan no 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 this is not acceptable in Islam in Islam all of us is brothers all of us is one body المسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره إن زي حديث إن صحيح مسلم زي مسلم is brother for the other he can't he can't he can't put his brother down look what the prophet صلى الله عليه وسلم said because the time is will gone the other lesson big lesson the prophet صلى الله عليه وسلم gave it to his campaign and they give it to us also أيها الناس استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا كثير a lot of us many of us they think his wife as a slave for him our culture our brain thinking like this it's my wife I can't order her anytime for anything no you cannot you cannot the prophet صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا what's the other فإنهن عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله and if we talk about this it has many meaning about this thing it has big meaning it's like a small building but this building it has many things inside take care of the women and the women rights now they say the muslim woman she doesn't have any right we say to them don't talk about the muslim woman the islam give her more right what do you give it to her you want to hear as a naked in the street but the islam protect the women the islam protect the women protect her as a girl as a mother as a grandma protect her every minute in her life but what you do for here the human rights they don't do anything they stink she wear a hijab we take her right no no we don't take her right because she wears his hijab by his choice she's the one to choose this she's the one listen she's the one listen to what what's the prophet صلى الله عليه وسلم said and look النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن عندكم عوان what is the men's of عوان كثير مننا نفكر عوان يعني ضعاف عوان في اللغة العربية أسيرات أسيرات the woman in his in her house under the man's control because the house in Islam is half a law and the women follow this law إنهن عندكم أسيرات أخذتموهن بأمانة الله before you married what do you say I marry in the book of Allah and the prophet I marry this woman under the book of Allah and the prophet sunnah this أمانة كلمة الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله and the book of Allah and the prophet sunnah what they say I accept I take care of her I will give her everything what does Allah and what the prophet and what the prophet said for me I will give it to her is not slave under my foot أخذتموهن push here follow the Islamic law the role of Islam don't forget don't say she's my wife she do or you know you Allah he will ask you in the day of judgment about your wife لن تزول قدم عبد حتى يسأل وستسأل عن زوجتك لأن كل راع مسؤول عما استرعاه عليه كل واحد يرعى شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت فكما تدين تدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وارض اللهم عن الصحب الكرام والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة حق المساواة كل المسلمون إخوة إنما المؤمنون إخوة وكل أحد يتحدث عنه by his tribe the prophet صلى الله عليه وسلم put under his foot إنما المؤمنون إخوة كلكم لآدم وآدم من تراب this was the prophet صلى الله عليه وسلم all of you is from one father from one mother and all in the originally the father is from dust from all of you is from dust because if this is the prophet صلى الله عليه وسلم say to you don't be arrogant you not above your brother never ever not be all the muslims equal إن كل المؤمنة على المؤمنة حرام also the other lesson and what happened for the muslim today the killer say الله أكبر say when he killed say الله أكبر say أشهد أن لا إله إلا الله look look to our daily I am wondering I am wondering والله the killer when he killed his brother say الله أكبر and say when he killed say أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحان ربي العزيم there is no mercy inside our heart what is the connection of Islam what is the عبل الله المتين الذي أرسله مع رسوله صلى الله عليه وسلم what is the connection of this deen everyone because of this the prophet صلى الله عليه وسلم when he met his companion in this pilgrim he say أيها الناس إن الشيطان قد يعسى أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه رضي أن يطاع فيما تحقرون من أعمالكم the devil already know nobody can worship him anymore but he accept he will push you you do something is not from your religion ولكنه رضي أن يطاع فيما تحقرون من أعمالكم we think I have a bear when I kill my brother we think I have a master under more than my brother when I kill him سبحان ربي العزيم what you do when you come in the day of judgment and you carry the person you killed you carry this is the hadith and the hadith is authentic hadith the killer he carry the one he killed in his hand carry his head in his hand and the person killed he say oh my god ask him why he killed me what is the answer what is the answer in this day يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أيها المسلمون استوصوا بالنساء خيرا وحرموا دماءكم وحرموا أموالكم وحرموا أعراضكم كما حرمها ربكم في هذا الشهر الكريم وفي البلد الكريم كما حرمها نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم عيد ولا جمعة إلا وفيه ساعة إجابة ندعو الله عز وجل أن تكون ساعتنا هذه اللهم رحم موتانا اللهم رحم موتانا اللهم رحم موتانا واشف مرضانا ولا تخيب فيك رجاءنا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا وفي مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا هم إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا فككت أسره ورددته إلى أهله سالما غانما يا رب العالمين ولا أسيرا إلا فككت أسره ولا أسيرا إلا فككت أسره ورددته إلى أهليه سالما غانما يا رب العالمين اللهم كن مع إخواننا في سوريا اللهم كن مع إخواننا في سوريا اللهم كن مع إخواننا في سوريا اللهم كن مع إخواننا في العراق يا رب العالمين اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم حفات فأحملهم اللهم إنهم عرات فاكسهم اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المسلمين في كل مكان الذين يجاهدون لنسرة دينك يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقموا الصلاة